الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد متابعية الكرام وما زلنا في معية الأكابر نستمد من أسرارهم وأنوارهم ونستفيد من ألفاظهم وعباراتهم وجوهارة اليوم لسيدنا ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه صاحب الحكم العطائية حيث يقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله